هو فعلا قدر نفخر بيه خدوا بالكوا من حاجة مهمة او حاجتين مهمين واحد المعبر مفتوح من الجانب المصري التعنت موجود عند الصهاينة الدليل حاجتين حاجة منهم ان انا بعمل هذا الاسقاط الجوي للمساعدات لان انا مش عاوز ابطل ضخ مساعدات او ايصال مساعدات لاهلنا في فلسطين فانا بعمل كل حاجة ممكنة المعبر مفتوح من ناحيتي ناحية التاني هم اللي بيتعنتوا وهم اللي بيقفلوا وهم اللي بيعطلوا وهم اللي بيبوازوا كل حاجة فلجأت لمساعدة الاسقاط الجوي اي طريقة ممكنة نستطيع بها ايصال المساعدات ثق انه مصر هتعملها او بالفعل بتعملها طب الدليل التاني اللي قلتلك عليه اول مبارح انا عامل تاني معسكر تاني معسكر ده مش الاول ده التاني تاني معسكر لقواء النازعين وهشتغل على المستشفى الميداني يجي بقى الاعلام والصحافة الاسرائيلي ويجي العيال بتاعت الاخوان واللي جانهم والسلاسي الوقح الوضيع اللي موجود دي صورة المعسكر المصري بالمناسبة اللي موجود داخل الاراضي الفلسطينية ده رقم اتنين حضرتك شايفه قدامك عيانا بيانا الاولاني ده خلصان وخلاص وتمام وده كان التاني وخلص قدامك اهو والمستشفى الميداني نبدأ العمل فيه فورا يجي بقى العيال الوضيعة بتاعت الاخوان سواء ازا كان السلاسي الوقح الموجود في لندن او المنتشرين في العالم زائد اللي جان بتاعتهم اللي موجود على السوشال ميديا بيعملوا نفس الكلام هو هو ولازم انت تستغرب وتتساءل معقول ان الصهاينة والاخوان بيقولوا نفس الكلام وانت مستوعبه انت مستوعب الوضع ده انت شايفه عادي لازم دي حاجة تلفط نظرك الصهاينة والاخوان اللي اتنين يقول لك ايه ده مصر مش عايزة توصل مساعدات ده مصر ضد مصر اللي وقفت التهجير القصري مصر اللي قالت ان الفلسطينيين اللي هيخرجوا قصرا ولا طوعا من بلادهم مصر اللي رفضت تصفيت القضية مصر اللي اصرت على ادخال المساعدات باي شكل لما جو بايدن كلم من رئيس طلعه يقول لك ايه لا ده كانوا قفلين لا مصر قالت انا مش هدخل مزدوجي الجنسية من الرعاية الامريكان غير لما دخل المساعدات بتاعتي الاول ده اللي هو كان يوم 18 اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين عشان بس المسائل تتحطف موضوعها السليم ونبقى بس ايه كل واحد عارف حجمه ومركزه ايه دي مصر مصر عمرها ما تخلت عن شعب عربي فيما بالك بالقضية المركزية دي مصر الله مصر دي هي اللي كشرت عن انيابها لو تتذكروا من اسبوعين اكتر من اسبوعين بشوية قصة بتاعت صلاح الدين فلادلفيا فكشرت مصر عن انيابها حصل ولا في دي ما بتسمعوش الاعلام الاسرائيلي والصحافة الاسرائيلي يعني الاخوان ساعتها بيصموا هدنهم ده هم اللي قالوا قالوا لا داعي للصدام والمواجهة لا داعي بل بالعكس ده بعض من جنرالاتهم قالوا بالنص لما استطيع الدخول في صدام مع الجيش المصري بقى دي بلد تقولها سانا هقف المعبر ولا هوقف مساعدات ولا اصلها تنازل ولا اصلها اسمح ولا اصلها فوت والله العظيم تلاتة لولا البلدي كانت القضية انتهت من بدري راحت مش اقولك ميعت راحت زي ما عاعدوا شككوا في قصة الاقتصاد الدولار من اينه ازاي هنعمل ايه هتجيبوا الفلوس من ايه وناس طلعت تهرج وناس طلعت تستزرف وناس طلعت تشكك وناس مصممة تشكك وهي تعلم جيدا ان الوضع ماشي بالمزبوط لانه في ناس كانت عارفة ان موضوع رأس الحكمة ده هيتم هيتم واخدوا الموضوع بتهكم وهزار والبعض خد الموضوع بمنتهى التشكيك هنعرف حده حبيبي يعني قال يعني هو السماء هتتفتح وتمطر علينا مليارات الرزق من عنده مش من عندك انت بالمناسبة دي الله العظيم حكاية الاتفاق بتاع رأس الحكمة ده تعرف ايه اللي بيدور في ذهني يعني اللي يدور في ذهني تحالف اقتصادي مهول القاهرة الرياض ابو ظبي التحالف ده لو اتحط في سيغة تحالف مش بس الاتفاقات الكبرى والاستثمارات المشتركة ما بين البلدين تحالف اقتصادي كبير في يوم من الايام هتشوف اتحاد اوروبي بس ساعاتها يبقى اتحاد عربي كل دولة بحدودها بحكامها بحكوماتها بكل حاجة حصل التحالف ده اللي هيقف قدامك اتحاد اوروبي ولا هيقف قدامك الامريكان ولا هيقف قدامك الللي كل هيعملك الف حساب بدأت بالتلات عواصم دول يا سلام يا سلام امل حياتي حياتي اشتركوا في القناة